جاء زيارة نائب مدير الجمارك هارون عبدالله شايبو إلى مدينة أمجرس حاضرة ولاية إنادي الشرقية بهدف الوقوف على سير العمل ومعرفة المشاكل والصعوبات التي يواجهونه خلال العمل وفور وصوله التقى بمسؤول المال للجمارك لدى ولاية إنادي الشرق أسو أحمد حيث تم عقد لقائن تفاكوريت رأسه نائب مدير الجمارك هارون عبدالله شايبو بمسؤولي مكتب جمارك ولاية إنادي الشرق وإنادي غرب في كلمته الترحبية تحدث المسؤول المال للجمارك لدى ولاية إنادي الشرق وغرب أسو أحمد مستعرضا بعض التحديات والصعوبات التي تواجههم وتتمثل في عدم وجود مقر لإدارة الجمارك وكذا ندرة وسائل النقل وأثناء ذلك أكد لهم نائب مدير الجمارك هارون عبدالله بإيجاد الحلول وتلبية جميع احتياجاته مذكرا إياهم العمل بزيادة مدخلات العوائد الجماركية وبعد ذلك توجه إلى زيارة والي ولاية إنادي الشرق اللوات تومجر والسقية وخلال اللقاحة سوالي ولاية إنادي الشرق بعمل تخفيضات لبعض السلع والمنتجات التمونية بغية تخفيف عباي المعيشة عن كاهل المواطن عقبه ردا على هذه المناشدة نائب مدير الجمارك بإجراء عفاءات جمركية للسلع والمواد التمونية وكذا المواد البترولية لمساعدة المواطنين مناشدنا التجار بخفض الأسعار وفي النهاية الملتقى قاما بزيارة تفقدية إلى مقر الجمارك للاطلاع إلى المعدات والمستلزمات التابعة للجمارك مؤكدا العمل على زيادته للتجويد الخدمة